بسم الله الرحمن الرحيم ونتمنى ان احنا نقدر نقدم حلقات تنلق على اجاب المتابعين النهاردة طبعا عندنا ختام الجولة الانتخابية والاستحقاق الانتخابي الاخير وهو هيصفر عن نواب يتواجدوا داخل غرف البرلمان لتحديد شكل ومصير حاجات كتير تمر او تتعلق بالشارع المصري وهنتكلم فيه اكتر في الموضوع مع المستشاري القانوني محمود الهادي بس هنطلع في وصل سريع ونرجع نستكمل باقي فقرات البرنامج رجعنا لكم تاني في الفقرة التانية من برنامج نقدر النهاردة معنا ضيف المستشار القانوني محمود الهادي مرحب بك فن مرحب بك يا أستاذ أحمد وأهلنا أستاذ أسماء وأعلم بفريق الإعداد والسادة المشاهدين أعلم بك يا أستاذ محمود كلمنا بقى عن الحياة السياسية أو البرلمانية بشكل عام داخل مصر أولا أنا عايز الأول أبدأ وأحايا السادة المشاهدين وأقول لكل مواطن أنه لازم كل واحد ينزل يدلي بصوته في الانتخابات والحياة السياسية في مصر اتغيرت وتحولت كتير من بعد طبعا الفترة الأخيرة وأنت تقدر تقيسي الحياة الانتخابية في مصر بالانتخابات سواء الانتخابات مجلس الشيوخ الانتهت بنجاح والانتخابات البرلمانية اللي احنا في جولة الإعداد فيها في ظل الظروف اللي زي فيروس كورونا وغيره 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 والناس بتنزل وبتدلي بأصواتها ونسبة المشاركة بالنسبة للظروف اللي مصر بتمر بيها نسبة جيدة وجيدة جدا يعني وطبعا جولة الإعداد بتبقى أعلى دايما من الجولة اللي قبلها لأن الناس بتبقى مرحلة أخيرة وطبعا أنا بشكر الدولة على التأمين وزارة الداخلية وزارة العدل الإشراف القضائي أن ما فيش ولا مشكلة احنا شفناها في الانتخابات الدورة دي وطبعا في حاجة تانية إيجابية أنا برضو أحب أتكلم فيها أن الإعداد تقريبا في المحافظات كلها يعني تقريبا محافظة البحر الأحمر هي المحافظة الوحيدة اللي ما فيهاش إعداد إنما باقيت المحافظات فيها أعادة وده دليل على نجاح الحياة السياسية في مصر وظهور شباب كتير ودور المرأة ومن نجاح لنجاح عندنا طبعا بما أنك ذكرت اسم أو اللفظ أو مصطلح النائب يمكن عندنا اللفظ الدارج عندنا في مصر وأننا بروح للنائب أطلب منه مثلا خدمة توظيف أو مستشفى أو خدمة عامة ولكن عارفين أن فيه أدوار أساسية للنائب لازم يقوم بها داخل مجلس نور والله هو أكيد إحنا عندنا خلط كشعب مصري في دور النائب لأن النائب المفروض دوره مش دور خدمي هو دور تشريعي دور رقابي دور البرلمان عموما أنه بيشرع قوانين بناء على لجان وبيراقب أجهزة الدولة كلها بيرائب الحكومة بيرائب الوزارات بيرائب المال العام للدولة إنما إحنا مفهومنا أنه كله أن النائب عندي هو دوره خدمي يخدمني وأطلب منه خدمات وده الدارج للأسف والمفهوم اللي إحنا حابين أنه نغيره للناس وللشعب كله تمام عايزين نركز أكتر عن اللي بيدور داخل الشرع المصري أو الدور الرئيسي اللي بيقوم بالنائب داخل مجلس النائب النائب المفروض يقوم بدور زي ما قلت تشريعي رقابي طبقا للمال العام وبعيد عن الأدوار الخدمية خلص يعني عشان كده فيه فرق دلوقتي إحنا النجاح في الانتخابات إيه إنه هو عمل دلوقتي نص المجلس قيمة ونص المجلس فردي يعني أنا بقيد بصراحة دول القيمة لأن القيمة أنت بتقدر بيباليها منهج سياسي ماشي عليه لها خطة بتشرحها سواء اقتصادية أو سياسية للناس عموما إنما تقريبا المرشحين المستقلين أو المرشح الفردي بيعتمد في ترشيحه على جرانه وقريبه وصحابه والعيلة وزي ما بنقول يعني كل الكلام ده غير الأحزاب خلينا نأكد بس على نقطة الأدوار الخدمية اللي مفروض بيقوم بيها المجالس المحلية بإذن الله عندنا انتخابات المحليات بنسبة كبيرة ودي يمكن انفراض معنا النهاردة إنها تكون في شهر أربعة اللي جاي ده بنسبة كبيرة تنفيذ انتخابات المحليات ومشاركة نسبة كبيرة من الشباب لأن السن نزل لـ 21 سنة هيكون فيه أدوار خدمية كتير هتتنفذ من خلال المحليات شايفين سن الشباب سواء لما تحدد في المحليات عندنا كمان دور الشباب حاليا في الاستحقاق الأخير داخل الشرع المصري سواء في تنظيم العملية الانتخابية سواء شباب نازلين مراقبين محليين للعملية الانتخابية شايفين كمان بعض الشباب قاموا بمدرات كبيرة لتوزيع الكمامات لتنظيف أو تعقيم المدارس اللي مقام بها اللي جان شايفين دور كبير جدا بيقوم بالشباب حاليا داخل الشرع المصري في الجولة أو في الاستحقاقات الانتخابية عمون والله أنا كلام حضرتك مظبوط بس أنا شايف إن الشباب على طول لهم دور لهم دور في الرقابة على الانتخابات لهم دور في اللي جان في الانتخابات لهم دور دايما في الانتخابات إنما تفرق الدورة دي إن الشباب بقى لهم دور في الترشيح وفي النجاح وإنهم لهم نسبة في البرلمان وإن ابتدت الناس يبقى عندها وعي إنها بتدي أصواتها للشباب طبعا إحنا مش ضد أهل الخبرة بالعكس إحنا مع أهل الخبرة وبنتعلم منهم وعايزينهم دايما موجودين جنبنا إنما دايما الشاب بيبقى عنده طاقة عنده حماس عنده رؤية جديدة يقدر يحقق أهل دايرته والمكانه والبلده لإن إحنا يعني دولة مصر ما شاء الله دولة كبيرة الدواير كبيرة الأعداد إحنا تخطينا المئة مليون فأتمنى إن دور الشباب يبقى يزيد كمان جوه تحت قبة البرلماني بما إنك ذكرت دور الشباب وكمان رؤيتك القانونية شايفين المجلس الحالي اللي هيستلم خلاص خلال أيام قليلة معظم المتواجدين شباب هل هيختلف الوضع عن السنين السابقة باختلاف تواجد عدد كبير أو نسبة كبيرة من الشباب داخل المجلس؟ إحنا نتمنى طبعا إنه يكون فيه اختلاف زيادة في دور الشباب وزيادة في دور المرأة كمان لأن المرأة دلوقتي بقى لها دور في مجلس النواب وزادت نسبتها تقريبا وصلت لـ 15% 14% وتسعة من عشرة بالضبط في المجلس السيد رئيس الجمهورية قام بتعيين عشر سيدات من الخمسة في المياه اللي بيقوم بتعيينهم داخل مجلس البرلمان ففيه دور كبير حتى قوائم القوائم احنا شفنا فيها أحزاب شباب كتير سواء مرأة أو شباب من الرجال بينزلوا ويترشحوا وبينجحوا تحت القيمة كمان قبل الفردي فده دور من الحكومة وإحنا بنتمنى كمان إن الفردي يبقى فيه دور من الشباب أكتر وأكتر وفتقدوا مستمر إن شاء الله قبل ما ناخد السؤال الشائع وناخد رؤيتك القانونية ليه مع زميلة أسماء حابين نسمع منك رسالة لكل الشباب سواء اللي يترشحوا في مجلس النواب الدورة الحالية أو هيترشحوا كمان في انتخابات البرلمانية اللي هي برلمان شباب التابع لوزارة الشباب ورياضة أو الناس اللي هتشارك وتترشح للمحليات أنا حبدأ من الآخر للأول يا سيد زحم يعني من الآخر إن المحليات كلنا نتمنى المحليات إحنا بقلنا فترة كبيرة منتظرينها ونتمنى إن الانتخابات تحصل ويتم تعيين محليات وأرجع تاني بعد المحليات لدور الشباب وتحت قبة البرلمان أتمنى إنه يزيد أتمنى إنه يبقى فيه وعي من الناس إنها تنزل تدي شباب ويبقى فيه شباب تحت قبة البرلمان في تزايد مستمر لإنه زي ما قلت إنه فيه حماس فيه رؤية جديدة فيه إحنا قدام طموح عايزين نحققه ومش حيتم تحقيقه إلا من تحت قبة البرلمان لإن البرلمان هو اللي بيمثل الشعب يعني أي دولة ديمقراطية لازم يبقى فيها برلمان يمثل الشعب وده ضرور فأنا أتمنى وجود شباب كتير فيه بالنسبة حالياً كتير عن قضايا شائعة مثل الإصالات الأمانة والشيكات خلينا نشوف الرأي القانوني في القضايا دي ده سؤال مهم جداً وطبعاً موجود في كل بيت إصالة الأمانة ده حاجة خطر جداً والشيك حاجة خطر جداً بس عايزين نعرف الفرق بينهم الأول الشيك قبل بحضرتك تجاوب على السؤال هنحتاجين بس نضيف نقطة بسيطة الفرق بينهم وكيفية الحماية طيب أنا حبدأ بالفرق بينهم أولاً الشيك بيصدر بين طرفين عن بنك وبيتم معاقبته طبقاً للمادة 534 فقرة واحد من قانون التجارة بالحبس لمدة 24 ساعة لحد 3 سنين في حالة إصدار شيك بدون رصيد إنما إصال الأمانة بيتم بين 3 أطراف ألف وبه وجيم ألف سلم به فلوس لتوصيله لجيم وبيتم معاقبته تبقى للمدة 341 من قانون العقوبات كخيانة أمانة مش مبلغ مالي كيفية الحماية منه طبعاً أنا مش عايز أتكلم في كيفية الحماية من الشيك لأن الشيك البنكي اللي بيصدر شيك بنكي بدون رصيد دواعي لأن البنك ما بيطلعش شيك أو دفتر شيكات لشخص عادي لازم شخص لي حساب شخص فيه ثقة بينه وبين البنك لأن في حالة إصدار شيك بدون رصيد مرة البنك بيمتنع عن إصداره تاني وطبعاً هو الشيك هو عبارة عن أداء للوفاء يعني القانون وصفه قانقوت يتم استلامه الحماية منه هي حالة واحدة أنك تقدر تتحميم الشيك أنك تحاول إثبات للمحكمة أنه مش أداء وفاء أنه أداء ضمان بكافة طرق الإثبات وطبعاً دي بتبقى صعبة بالنسبة للمحكمة وتقدر تثبتها بشهدت الشهود أو الإثبات بالنسبة بقى لإصال الأمانة ركن التسليم ده أهم حاجة في إصال الأمانة عشان تحصل على البراءة في جنحة إصال أمانة لازم يكون تنفى ركن التسليم ركن التسليم أن ألف وبه وجيم زي ما قلت لحضرتك ألف سلم به فلوس ليس سلمها الجيم مش منطقي أن أنا مثلاً ألاقي ألف ده شخص مسلم من الفيوم مسلم به شخص من الشرقية لتوصيله لأخوله في الفيوم تمام فهو ركن التسليم هو اللي بيقتضي فيه بالبراءة في حالة إثباته من قبل المتع تمام الفترة الأخيرة شايفين بعض المؤسسات أو بعض البنوك أو بعض الجمعيات بدأت تطرح كروض لبعض الشباب وشايفين أكبر كبير طبعاً من الشباب علشان يبدأوا في المشروعات أمثال المشروعات الصغيرة وشايفين موظم الناس يقول لك أنا هروح أستلم الكارد ده وهمضيق على الشيك أو الكميال دي إزاي تنصح أو تنصح بإيه الناس اللي بتروح تتعامل مع البنوك أو الجمعيات قبل ما يمضع على أي ورقة ممكن أن هي تسبب أصلاً تغير في مصار حياته أمام أولاً بالنسبة لإصال الأمانة أنصح أي شخص سواء بقى صاحب الفلوس يعني المتهم أو المجني عليه إن التوقيع على إصال الأمانة يبقى إصال الأمانة مملي زي ما بيقولوا أو مكتوب بالكامل مش يوقع على بياض لأن التوقيع على بياض زي ما حيدر المتهم إنه مش حيسدد أو حيترفع عليه بمبلغ أكبر من المبلغ اللي هو واخده أو المبلغ اللي هو عليه لا هو ممكن كمان يحصل فيه المتهم على البراء لأن إنت لما بتطعم بالتزوير في إصال الأمانة فيه صلب وفيه توقيع لو جي تقرير الأدلة الجنائية إن الصلب لاحق على التوقيع أو سابق على التوقيع أو فيه أي مشكلة المتهم حيحصل على البراء يبقى حتى المجني عليه فقد حقه لأن مثلا ممكن يبقى ليه عشر تلاف جنيه يقوم برفع الإصال بمبلغ نية ألف جنيه وده الساق واللي بيحصل في معظم الأحيان طبعا لأن مش كل الناس كده بالنسبة للشيك والتعامل مع البنوك لا البنوك التعامل معها بيبقى مضمون بطب العلاقة معروفة سواء البنوك دي خاصة أو حكومية سواء خاصة أو حكومية والطريق السليم إنك لو قمت بإنك قدمت على قرطة أو قمت بتحصيل قرطة من بنك ما سواء خاص أو حكومي لازم تقوم بالسناد يعني الشيك البنكي هو زي ما قلنا أداة وفاء نقود في القانون طيب أستاذ محمود عايزين نعرف رؤيتك المستقبلية إيه في القانون في الفترة الجاية إحنا متفقلين بمجلس النواب بالدورة الجاية واللجنة التشريعية اللي حيتم تأسسها طبعا إحنا منتظرين اللجنة التشريعية الدورة السابقة كانت برئاسة المستشار القانوني بها أبو شقة رب القانون كبير ومشرع كبير كل الناس عرف قمته العلمية وقانونية وإحنا منتظرين الدورة الجاية نشوف اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس النواب لأن هي المنوطة بتشريع القوانين وإصدار قوانين فإحنا منتظرين وبنتفعل خير إن شاء الله تمام عندنا اختلاف تماما ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية الدورة السابقة كان متواجد عندنا غرفة واحدة اللي هي مجلس النواب السنة دي عندنا غرفة مجلس الشيوخ والغرفة التانية اللي هي مجلس النواب وبنسبة كبيرة هيكون عندنا غرفة تالتة اللي هي غرفة المحليات ولكن زي ما بنقول كده الرؤية منطبقة أو متركزة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ هل سيتم فيه تغيير بين الدورة الأولى وبين الدورة التانية من حيث قوانين وإصدار قوانين وتشريعات جديدة تفيد الشباب المصري؟ إحنا بنتمنى أن يبقى فيه إصدار قوانين وتشريعات تفيد الشباب المصري بنتمنى مشاركة الشباب في كل المجالات السياسية سواء حزبية أو برلمانية أو محليات أو محافظات إحنا الشباب زي ما قلت ليه رؤية ليه تموح قادر على العطاء لسه عنده مستقبل بالخبرات اللي موجودة وزيادتها ونصحهم وإرشاداتهم لينا وتوجهاتهم لينا إحنا بنتمنى كده أخذ من كناب حضرتك بأنك ذكرت الشباب وذكرت الأحزاب شايفين عندنا معظم الناس اللي بيتم ترشحهم بيكونوا منضمين أو تابعين لحزب معين الفترة اللي جاية سمعين أنها هيكون بنسبة كبيرة كل الترشحات التابعة لأحزاب هل تنصح الشباب بالانضمام في الفترة الحالية للأحزاب أركوية أو الأحزاب ذات الرؤية الواضحة أم استبات على موقف أنه هو بعيدا عن الأحزاب تماما؟ لازم يبقى فيها منافسة بين الأحزاب بس طبعا المشكلة مش هنقول إن في حزب معين هو اللي موجود المشكلة في تراجع دور الأحزاب التاريخية الأحزاب التاريخية إحنا عندنا في مصر مصر طول عمرها فيها أحزاب طول عمرها دولة أحزاب ودولة حزبية وطول عمر في تنافس بين الأحزاب بس الفترة الأخيرة الفترة الأخيرة دي اللي هي من عشرين سنة أو أكتر فيه تراجع كبير في الأحزاب التاريخية في مصر فما بنجتش إلا حزب واحد هو اللي موجود بقى له فترة الناس موجودة ومعاه اللي هو حزب الحكومة طبعا اللي بيقوم بالترشيح فيه تمام خلانا أكد على نقطة اللي هي حزب الحكومة هي بتسمى حزب داعم للحكومة ده اللفظ الدارج حاليا ما بين الأحزاب أنهما أحزاب داعمة للحكومة المصرية من أجل تخطي الصعبات المتواجدة حاليا في الشارع المصري وهي تطوير أكتر زي اللي احنا بنشوفه داخل الشارع شايفين طبعا اختلافات تماما ما بين الشكل العام لمصر مختلفة من خمس ست سنين شايفين فيه اختلاف في الوقت الحالي شايفين فيه تطور كبير من الحكومة المصرية برضو خلينا نتكلم أن فيه ضغوطات بيحس بيها المواطن المصري ولكن شايفين فيه مشروعات كبرى بتتنفذ شايف دور الحكومة ماشي ازاي في الموضوع المشروع أولا دور الحكومة في الانتخابات بعيد عن دور قوي جدا جايج جدا احنا في عصور سابقة كنا بنبعارفين المرشح اللي ناجح من قبل من قبل الانتخابات كان فيه اعضاء مجلس شعب بتقعد عشرين وتلاتين سنة في المجلس كانوا بيبقوا معروفين بالأسمة حاليا مؤسسات الدولة كلها ما بتدخلش في الانتخابات بدليل ان فيه ناس على القوائم اللي نزل الأحزاب معينة ثقتوا من الجولة الاولى تمام ومستقلين بينجحوا تمام شايفين برضو ان ما فيش شعارات دينية ما فيش استقطاب للناس عن طريق الدين او خلطه ده حاجة برضو نقطة ايجابية للدولة بالنسبة للشباب انهم ينضموا الأحزاب او او يفضلوا متواجدين بعيدا عن الساحة كمشاركة فردية بعيدا عن او قبة الأحزاب انا مع المشاركة الحزبية مش الفردية ده رأيي الشخصي وزي ما قلت ان المشاركة الحزبية دايما الحزب بيبقى لي خطة مش عليها بيبقى لي رؤية اقتصادية رؤية سياسية بيتم عرضها على المجتمع كله غير الرؤية الفردية للشخص فانا مع الأحزاب ومع ان ضمام الشباب للأحزاب ومع ان الأحزاب لازم تطور من نفسها لان زي ما قلت في أحزاب تاريخية كتير دورها متراجع والسبب مش في الشباب ولا الأعضاء لا الشباب موجودين في كل حتة بينزلوا بيخدموا من غير ما ينطلب منهم حاجة سواء في الحزب أو برى الحزب خدمات عامة أو خدمات خاصة احنا شايفين ضرهم في الجان حتى الانتخابات والإشراف عليه بالتأكيد عندنا نقطة معينة ينتظرها كل طلبة قلية الحقوق في جمهورية مصر العربية طالب الحقوق بعد التخرج أو أثناء التخرج تنصحوا بيه؟ هل بيتم فترات تدريب بنسمع عن كورسات بنسمع عن حاجات أونلاين ولكن المصار الصحيح اللي يمشي فيه طالب قلية الحقوق؟ المصار الصحيح اللي يمشي فيه أي طالب مش طالب قلية الحقوق بس العمل، الاكتهاد، ما تقعدش في البيت، ما تنزلش تقعد على القهوة انزل، اشتغل، هتنجح، زاكر هتنجح، حضر هتنجح ده الهدف السامي لأي طالب، في حقوق وبرى الحقوق إنما ممكن طالب خريج كلية علمية كبيرة وبنشوفه خارج يقعد في البيت إنما الشغل كتير، وإحنا بنحس الشباب إنهم ينزلوا يشتغلوا ويمارسوا الحياة العملية، وده في حد ذاته نجاح للشباب تمام، بالتأكيد شايفين الفترة الأخيرة معظم الشباب بيشتغلوا في حاجات خارج تخصصهم شايف النقطة دي، لو هو عنده الخبرة أو المجال أو الكدرة على ممارسة العمل ده بعيدا طبعا مش هنقول إن هو خريج محاسبة يشتغل دكتور في حاجات بتتطلب تخصصات، ولكن في حاجات معينة ممكن بيقوم بيها سواء طالب التجارة بما إنه درس قانون أو طالب الحقوق في الاستشارات القانونية أو في المحاسبة أو في الإدارة أولا أنا عايز أقول إن الخبرة يعني الدراسة شيء مهم جدا لازم كلنا نحصل عليه، لازم كلنا يبقى عندنا وعي ليه إنما أنا عايز أختصر نقطة دي إن الرواق الكبير عباس محمود العقاة كان معابتدائية فالتعليم شق طبعا كلنا لازم نبقى معاه بس في نفس الوقت مش نحطه شماعة بعدم النجاح أو إن أنا خريك تجارة فلازم أشتغل في التجارة، خريك حقوق، لازم أشتغل في الحقوق أو إن أنا مش لاقي شغل، لا أنا مش مع كده إنك تنزل وتشتغل وتبدأ حياتك العملية أكيد هتنجح في أي مجال بالتأكيد قبل من ندخل في قصة غانية نحب ننوح عن حاجة معينة جدا هتعمل ضجة كبيرة أو هي متواجدة بصمة كبيرة داخل الشارع المصري وهي كيان البرلمان التابع لوزارة الشباب الرياضة عندنا السنة دي انتخابات مختلفة تماماً بتطورات كبيرة سواء بالنظام الفردي أو نظام القيمة البرلمان التابع لوزارة الشباب والرياضة شايفين مجهود كبير من الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني في الوزارة داخل مصر باهتمام كبير بقطاع الشباب اهتمام كبير بتأهيل الشباب اهتمام كبير بتنفيذ انتخابات اه تشرف اه كل اه شاب مصري اه مشارك اه طبيعي اه الشباب بعد المشاركة بيكون عندهم رؤية مستقبلية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب او الغرف الحقية لمجلس النواب وعندنا امثلة اه كتيرة يمكن ذكرنا اه نايب خارد عبد المولة كان متواجد في البرلمان بعد كده شارك نايب محمد ماهر السباعي نايب اهيام الطباخ طبعا بنشكر كل الناس او كل الشباب المجتهد انه هو حاب بيوصل لحاجة معينة او عنده هدف حاب بيوصله في نهاية حلقتنا احب اشكر زميلتك اسماء على التواجد النهاردة شكرا جدا يا احمد وبحب بشكر برضو الاستاذ محمود المستشاري القانوني وبشكر برضو الجمهور وعزائي السادة المشاهدين في نهاية حلقتنا لا يسعني الا شكرا حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة